أشرنا إليه قبل الفاصل ويخص اتنين من لعبي أور فريق لكرة القدم بالنادي الأهلي وهم سليمان فايق وفؤاد درويش وجيه في محضر الجلسة عرض السكرتير على اللجنة الشكوى المقدمة من سليمان فندي فايق العضو بالنادي ضد فؤاد فندي درويش العضو به أيضا يتهمه فيها بأنه سبه وأهانه علانية على مسمع من كثير من أعضاء النادي ويطلب في ختمها النظر في ذلك فقررت اللجنة تحويل هذه الشكوى إلى لجنة تنظيم الألعاب المشكلة من الأفندية أحمد فؤاد أنور وفؤاد كمال وزكي سري وعبد الفتاح منصور ومحمد فؤاد وعبد المجيد رمزي وحسن علي لفحصها سليمان فايق وفؤاد درويش يعني الطلبة والتلامزة بيجوا يتفرجوا عليه في المباريات والنادي الأهلي اتأسس من أجل الطلبة والطلبة دول هم القوام الرئيسي لأعضاؤه يعني المفروض يكون مثل وقدوة لأن التلامزة دول لما يعجبوا بيه مؤكد هيحاولوا يقلدوه يقلدوا مهاراته ويقلدوا حركاته وكمان تصرفاته الأمر بالنسبة لللجنة العليا كان بيمثل خطأ فادح نادي للطلبة يعني التربية قبل التعليم والأخلاق فوق كل شيء وعشان كده كان القرار الفور بالتحقيق والتحقيق أدان فؤادة فاندي درويش واستنى الجميع قرار اللجنة العليا للنادي الأهلي القرار حيكون ايه يلا امه وبوصه بعد كده وانتو اخوات وخلصة المشكلة ولا قرار حازم قوي يحفظ للنادي هبته ومكانته ويصون صمعته ويدي درس لكل أعضاء النادي تعالوا نشوف قرار اللجنة العليا نتيجة التحقيق تم عرضها على اللجنة العليا في جلسة يوم الثلاثاء خمسة مارس الف تسعمية واثناشر عرض السكرتير على اللجنة نتيجة التحقيق الذي قامت به لجنة تنظيم الألعاب في الشكوى المقدمة من سليمان أفندي فاي ضد فؤادة فاندي درويش فقررت اللجنة ما يأتي تكليف فؤادة فاندي درويش بتقديم استقالته من عضوية النادي في ظرف ثلاثة أيام مع مطالبته بدفع المتأخر عليه من الاشتراك وفي حالة رفضه تنفيذ هذا القرار يشطب اسمه من عضوية النادي وكلفت السكرتير بإعلامه بهذا القرار قرار اللجنة العليا كان صارم قوي لكن في نفس الوقت حافظ ماء وجه فؤادة فاندي درويش الرسالة قوية قدم استقالتك في ظرف ثلاثة أيام والمتأخرات اللي عليك تدفعها وإلا حيتم شطبك من عضوية النادي حد يقول طب ما يمشي وما يدفعش المتأخرات اللي عليها واشتبوه ما هو كده كده مش هيبقى عضو في النادي يعني يستقيل ويدفع فلوس كمان كان ممكن فعلا فؤادة فاندي درويش يعمل كده لكن حيفضل قرار شطبه واسم تعار في جبينه مدى الحياة خاصة ان عضو رياضي في فريق الكرة يعني معروف للعامة والطلبة عشان كده كان الافضل له انه يقدم استقلته ويخرج من النادي دون ان يلاحقه عار الشطب وتلاحقه العيون في اي مكان يذهب ليه والناس تسأل اتشطب ليه وفعلا نفس فؤادة فاندي درويش قرار اللجنة العليا للنادي الاهلي دفع المتأخرات اللي عليه وقدم استقلته وفقد عضويته بالنادي ومعها ما بقاش لاعب بفريق الكرة وتبقى لليحة تنظيم الالعاب قدم فؤاد درويش بعد ست شهور اعتذار لاسمي لإدارة النادي والزميله سليمانة فاندي فاي وطلب العودة للنادي إدارة النادي قدرت انه نفذ قرارها بدون مناقشة وقررت نشر اعتذاره في لوحة بمدخل النادي وقررت ايضا ان يعود عضوا رياضيا بفريق كرة القدم فقط مع تعليق طلبه العودة لعضوية النادي إلى أن يثبت التزام القرار ده كان الأساس اللي مشي عليه النادي من 1912 والغاية النهاردة حنشوف في قراءتنا للمحاضر عبر السنين وقائع مماثلة مع نجوم كبار ونجوم عالميين كمان كيف اتخذت إدارة النادي نفس القرارات بل وأعنف ووصل الأمر للدرجة اللي بتصف بيها السحف أحد القرارات التربوية للنادي وقالت وكان ما توقعناها وهي عبارة من أقصر العبارات وقبلها فهي بتدي دلالات لا تخطئها عين عبارة بتؤكد على أن ده هو الطبيعي المتوقع من النادي الأهلي وأن القرار ده بيترجم القرس التاريخي للأهلي أمام هذه المواقف وننتقل لجلسة أخرى لو أحيانا وأحياكم ربنا الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة